الحياة بقت قاسية طب حارك احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وحارك قلتلي يعني بس انا بفتك بتأكد يعني المادة رقم 19 على شروط منصفة الثروة عند الطلاق انه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثرواته وممتلكاته واموال خلال فترة الزوجية أنا عمري ما اقول كده لا عمري بقى حقوله حقوله سيدة كان اقولتها بطريقة ثانية اه طب لا 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 نص نص ايه وانا فرنجي لا 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 ده حق اقترحه شيخ الازر موجود فتوى المالكية بان لها حق السعاية والكد انسعت وكدت تاخذي اللي دفعته لكن النص ده ايه هاريس ويلد اه مش النص يعني لا نص مين انا نص وانت نص تجي نرسم الامر اه بس انا يجوز انا نص وانت نص وفي حالة التلاق يتم تقسيم بشكل نسبي يفندم هي دفعت تلك تربع السروة بتاعته تخذي تلك تربع مفيش نسب اه اللي عمليته تاخده في ناس ممكن يبقى كله وممكن يبقى ربعه والله العظيم جدا ممكن يكون هو بيشتغل في اموالها وهي كلها اموالها وكلها شركتها من مفروس ابوها ايه حيب هو اللي واخده منها هي وموفيتها هي بالضبط كده من التحريك الله يفتح ليك ودي فاتور الملكية والمغربة بيعملوا بيها و ده اكتر من نص يعني من حقها لو هي البازلة فهي تطلع من المولد بالحمص وهي صاحبة المولد هي اللي فرشت الفرشة وهي اللي جابت الحلوة ألوان وهي اللي جابت الحمص وهو وقف في التاجر بس يقول لي بقرشين دي بربع يمين دهب هو لولو أجر مش لولو أصل يعني دهب الأبواج يطلقها كده يعني تنتقل من حيث بيت إلى حيث لا بيت من حيث سرير وفرشة وقتلاجة وبتجاز إلى سلط ملط ده يرضي ربنا فالهي دفعته تخطب مدامة الحياة بينهم استحالة وهنا برضو لازم أحد بفكر يقف وقفها يعني هو الست لما تبدأ بإحسان وعطاء وصبر واستبار وتحمل وليما تستحيلوا الحياة برضو لازم نفكر يعني مش هنقول إسهال أحكام شرعية كده ونسيب الناس على عماها يا فندم واحدة سأت النبي كباية مية واقسم بالبخاري حديث البخاري وجميع السنن سأت النبي كباية مية النبي استلت منها كباية مية وصى بيها وبقومها خيرة وقال إجمعوا لها جمعوا لها الأكل عشان كباية مية طب اللي سلتت لك الدهب يا ابن المسلمة يا ابن المسلمة اللي سلتت الدهب برضاها والحلق يا ولدي وبقت ودانها سالت مالت هالت أو الرجل بقال للألية عشان توصل وصبرت واستحملك وماش تكادش يوم إزاي تستحيل الحياة ما هو طلق بابه مزدود لللي بيشوف إحنا بنفتح على نفسنا باب جهنم بالمناسبة قفل باب جهنم في رمضان مش معناها جهنم بابها بيتقفل لأنه واحد سألني سؤال مبارح على اليوتيوبة تلك الصلاة لما يموت في رمضان أبواب النار مقفولة فقلت ده سؤال قائم على جهل المسلمين بمدى فتح باب الجنة وقفل باب النار في رمضان